كثرت في الآونة الأخيرة الاستهدافات المسلحة ضد المقار التابعة للأحزاب السياسية وكذلك قيادات سياسية مشاركة في العملية السياسية وخاصة من فازت في هذه الانتخابات الأخيرة وهنا الاستهداف يطرح سؤالا لماذا هذه الأطراف دون أخرى يتم استهدافها على اعتبار أنها مشاركة في عملية سياسية باتت قريبة جدا من الأمر المبكر وكذلك أيضا باتت قريبة من طرف دون آخر وهنا يطرح السؤال هذه الاستهدافات هل تعني أن هذه المقار وهذه القيادات العسكرية هي سهلة لكي يمكن مسكها ويمكن استهدافها من قبل هذه الأطراف المسلحة أم أنها ربما تكون ليست لديها تحصينات متكاملة لكي تدافع عن نفسها وهنا أيضا يطرح سؤال إذا كانت هذه الاستهدافات هي نابعة من شخصيات ومن فصائل إرهابية لماذا تم استهداف هذه الأطراف دون غيرها؟ وهنا نتحدث عن الأطراف الموالية للصدر والقريبة من التيار الصدري وأطراف هي فازت ولم تعترض على نتائج الانتخابات وهنا أيضا يطرح سؤال آخر أما إذا كانت الأطراف التي تم استهدافها نابعة من استهدافات سياسية فهنا القلق وهنا التوتر الأمني الذي يبعث بخطر كبير على العملية السياسية في العراق وربما قد يأتي الأمر إلى تداعيات وتوترات كثيرة في العملية السياسية والسؤال الذي يطرح نفسه الآن والذي يبحث عن إجابة هل هذه الاستهدافات هي تابعة لفصائل إرهابية أم فصائل تابعة لأطراف سياسية؟ سياسية